اشتركوا في القناة لأي رول في المنهج كل تمام؟ بس عملنا استرس على الفكرة دي في الحصة دي ايه؟ تحديدا يلا بينا نشوف الحصة بتاعتنا ناخد كده اهم اللقطات فيها عشان حضرتك ايه؟ لما تحب تراجع الدنيا تفتكر يلا بينا اول عنوان اتكلمنا فيه في الحصة دي هو وقلنا ان لها علاقة بال كلما اختار مادة النمبر فيها قليل يبقى ده معناه ان رزاستافتي ليها عالية يعني انا لو جبت الكبر وقرنته بالوود وجبت رقم رزاستافتي هنا ورقم رزاستافتي هنا هلاقي ان الكبر رقم رزاستافتي قليل لكن الوود رقم رزاستافتي كبير جدا لان عدد الفريق فيها ايه؟ قليل يعني ان الاخر رزاستافتي ليه يبقى رقم كبير لكن الجود يبقى رقم ايه؟ قليل يعني اي ماتيريال فيه تلاقي رقم الريزاستافتي لي عالي لان النمبر الفري إليكتروم في ايه قليل تمام طيب حلو اوي بعد كده اتكلمنا ايه اليونت بتاعت الريزاستافتي اليونت بتاعت الريزاستافتي انت عندك الرول رو اي ايقوال رول ار في ايه على ايه اللي عرفنا ان الار هي بتتقاس بالايه بالاوم الاريا ميتر سكوير اللينث ميتر فشطبنا وطبعا القانون ده مستنتج من الحصة اللي قبلها فعشان كده انا عامل استرس على مين اليونت طيب ركز معايا خلاص حلو قوي هتشيل قولنا ميتر سكوير يبقى اوم دوت ميتر دوت ميتر ميتر سكوير على ميتر فواحد هيروح مع واحد يتبقى اوم دوت ميتر دي اليونت بتاعت الريزاستافتي تمام طيب حلو قوي بعد كده اتكلمنا على الفاكتورز اللي بتأثر في الريزاستافتي وقلنا ان التيب اف ماتيريال او الكايند اف ماتيريال وزي ما اتفقنا قولنا لو دخلنا المعمل بتاع الفيزيكس ندخل على الدولاب بتاع الماتيريال اللي احنا شاهدين فيه الماتيريال هنلاقي فيه ورقة متعلقة على الدولاب ده تمام الورقة دي مقسومة نصين كده اسم المادة وقدامه رقم 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 كل مادة ليها رقم الريزاستافتي اللي يخصها هي بحد ذاتها هي بعينها وساعتها قولنا مثال زي اسامينة انت اسمك يخصك انت ما يخصش حد تاني مش هتلاقي حد تاني نفس اسمك كامل تمام حتى لو فيه تشابه اسماء في اسمك واسم الاب واسم الجد هتلاقي الاسم الجد اللي بعده بيختلف وهلوم مجره تمام فكل مادة لها رقم الريزيستافيتي الخاص بيها وده على حسب النمبر الفري إلكترونز اللي موجود في المادة دي تمام زي ما اتفقنا كل من عدد الفري إلكترونز إلا تلاقي رقم الريزيستافيتي يعلى لأن المادة كده ما بتوصلش كهرباء أو بتوصل بكل مقليلة قويه تمام يبقى اول حاجة بتعتمد عليه هي الطائب اور متيريا تعطي بتغير نوع المادة لو غيرت الوود جبت جلاس هتلاقي رقم الريزيستافيتي يتغير غيرت الجلاس جبت كوبر تلاقي رقم الريزيستافيتي يتغير غيرت الكوبر جبت سيلفر رقم الريزيستافيي يتغير وثاني حاجة قلنا تيمبريتشر وقلنا ده البابا بتاع الفيزكس ده لما بتغير بيغير في اي فيزيك الIGHedere لان هنا دايريكت مع كل ما بزود التمبريتشر الموليكيلز بتكتسب انرجي في الريت اوف بيزيد في الريت اوف كوليجن اوف ركشن بيزيد في الريزيستانس بتزيد وكمان بتزيد اللي اتنين بيزيده يبقى كل ما بزود درجة الحرارة تزيد في مشكلة طيب حلوة قوي ركز معايا وقلنا جملة خطيرة قوي 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 ان الريزيستافتي لا تعتمد على اللينس او الاريا يعني انا لو عندي حتة خشب قد كده زودت الطول فجبت حتة خشب تانية قد كده قده اللينس تغير صح بس الاتنين خشب هل يطار الحتة اللي قد كده هتوصل لا ولا اللي قد كده هتوصل تمام لان الريزيستافتي بتاعتهم ما تغيرتش الاتنين الريزيستافتي بتاعتهم نفس الرقم لان هما نفس المادة نفس المادة. نفس نوع المادة. وقدام نوع المادة من تتغير. الريزيستيفيتي. يبقى ولا ينسي موز في الريزيستيفيتي وكمان ولا الاريا. لو انت جت مسلا حتتة خشب قد كده. وزودت الاريا بتاعتها برضو مش توصل الكعرباء. الخشب اللي قد كده والخشب اللي قد كده واتنين ما بيوسلو لش كعرباء. لأن الاتنين يوم نفس رقم بتاعهم صاحبت لأن الاتنين نفس نفس نوع المادة. ولا لها علاقة باللنس ولا لها علاقة بالاريا. مهما تغير لنفس المادة. مهما تغير لنفس المادة. بعد كده دخلنا في العنوان التاني اللي قلنا عليه ايه? قلنا الله لو انت ذكرت كويس كأنك ذكرت الكون. لان انت لو عكست كأنك خلصت مين? يعني يا مستر يعني كل ما عدد في المادة يزيد لان بتعبر عن التوصيلية الكهربية. جات منها كلمة يعني المادة بتعبر عن كدرة المادة التوصيل الكهرباء. فالطبيعي كل ما عدد في المادة يزيد المادة توصل الكهرباء اكتر. تمام? وده قلنا ان بتاع يعني الكوندوكتفتي بيساوي واحد على الكوندوكتفتي. طب ما قدام الكوندوكتفتي بتساوي واحد على الكوندوكتفتي. ركز معايا. انت الكوندوكتفتي قانونها ايه? رال ار في ايه? على ال. قالوا لنا وإحنا صغيرين تحت اللي تحت يطلع فوق. يبقى ال على ار في ايه? ده القانون التاني المين? لكوندوكتفتي. تمام? كلام بسيط مفوش اي حاجة ايه? صعبة. طيب. وبعد كده. هنا بيقول لي خد بالك ان الرؤي هو apple, resistivity والأرياء �를 اسطلط. وليه هي area والأر هي length كلام اللي انت ايه? عارف. طيب بعد كده عايزين نتكلم عليهم بتاعت الكوندوكتفتي فهو densر سايه كده خلص يبقى طب عايز اطلع من تحت الفوي يبقى وتسمى لها اسم تاني اللي هي دي حاجة معلومة للعلمة بالشيء بس دي مش موجودة في كتاب المدرسة. تمام? طيب حلو قوي. ايه اللي بتأثر على اكيد الحاجة اللي هتأثر في هتأثر في لان عكس فلو انا بأثر ان مسلاهي المادة ابتوصلش كاربه زودت ان ها ما توصلش اكتر فاكيد قالت ان هي اتوصل فاهمين Maurice الفكرة نفس اللي تأثرلي في اللي هي نوع المادة عندي مواد بتوصل كاربه ومواد ما بتوصلش كاربه. صح قالى غلط؟ يا بقى لو انا بدلت المادة بتوصل كاربه بمادة ما بتوصلش كاربه يبقى انا كده اصبح عندي ان الفكتور اللي اصل في توصيل الكهربا هو نوع المادة. تمام? تاني حاجة. يبقى الكندوكتافيتي والتنبريتشير. كل ما زود درجة الحرارة كل ما قلل توصيل المادة للكهربا ده في الكندوكتورز. ها? في الكندوكتورز. مشي انا ما جبت السيرة السيمي كوندوكتور. تمام? طيب كل ما قلل درجة الحرارة ازود توصيل المادة للكهربا. تمام? خد بالك من معلومة خطيرة ان الكندوكت بتاع الكندوكتيفتي والرزيستيفتي لازم يساوي وان. جت من اين? اقول لحضرتك انت عندك الكندوكتافي بتساوي واحد على الريزيستافي. طيب لو انا حطيت الكندوكتافيتي في وان وعملت كروس. يبقى الكندوكتافيتي حطيتها اوبر وان وعملت كروس. عادي كروس بالكاش تطلع المقتراب di t multo بعد كده ليه او doing it مباشر حاجة صعبة لو ده زاد without it وبقى معنى انBye China كن Pang dimensional الاتنين عكس بعض طيب لو انا جيت عكس العكس زي ما انت شايف هنا كان كوندوكتيفتي ورزيستافتي طيب هنا كوندوكتيفتي معوانة على الرزيستافتي يعني عكست العكس الخط ده يبقى منقط بعدين ستريت لان ماينفعش يطلع من الزيرو لان الرزيستافتي مستحيل تكون بكام بزيرو مفيش مادة خلقها ربنا عندها قدرة التوصيل انفينيتي او ماكسموم والرزيستافتي بتاعتها بزيرو ده عمو مايحصل فعشان كده الخط ده لازم يطلع منقط بعدين ستريت ولازم الانجل دي تبقى فورتي فايف مش معنى يا مستر لان انت لو جيت السلوب جبت السلوب هنا وي على اكسي بقى كوندوكتيفتي على وان على رزيستافتي تحت اللي تحت يطلع فوق يبقى كوندوكتيفتي في رزيستافتي لازم الاجابة تطلع كام وان وتاني الفورتي فايف بكام بوان والسلوب هو تان السيتا فعشان كده تاني الفورتي فايف بكام بوان والسلوب بيساوي ايه وان في مشكلة في حاجة صعبة طيب حلوة دي الحتة اللي انا لسه قايلها لحضرتك طيب ندخل على الرول زي شباب احنا عارفين ان الكوندكتيفتي بتساوي ال على ار في ايه فهو ده الرول الخاص بمين بالكوندكتيفتي تمام طيب ايه رأيك لو انا فكيت الار خلتها في على اي عادي خالص يبقى دي الفكة الايه التانية بنميكس القوانين زي ما احنا ما متفقين طيب ايه رأيك لو انا فكيت الفي الفي بس الفي ها دابليو على كيو دي كده مين الكيو فكت الكيو ان في ايه بس كده في مشكلة طيب ايه كمان ها يلا بين فكت الاي هنا بدل ما فك الفي فكت الاي كيو على تي ادي الاي ايه بس كده يبقى كاني لجعته للترينجل ده يعني من الاخر جماعة بنميكس القوانين ده هو ده بس لو تاخد بالك فكنا الكيو الكيو اهي ان في ايه بس كي يبقى كل المسلسات طرع من بعض هنا انا فكت الار في على اي وروحت بقى حطيتها جوا قانون اللي هو اللي على ار في ايه فانت فكت الار بالفكة بتاعتي هيا فوق هنا انت فكت البي دابليو على كيو وفكت الكيو ان في ايه كل ده هيا حطيتها جوا قانون اللي هو اللي على ار في ايه هنا انت فكت الاي كيو الاول فكت الار في على اي وبعدين فكت الاي كيو على تي وبعدين رحت حطيته كل ده جوا قانون اللي هو اللي على ار في ايه هنا نفس الكلام بس ضفت عليه ان انت فكت الكيو ان في ايه الار بتساوي في على اي الاي بتساوي كيو على تي والكيو بتساوي ان في ايه وروحت حطيت الفكة دي كلها مع الكوندوكتفتي اللي هي الا على ار في ايه يعني من الاخر عملنا ما بين القوانين عملنا ما بين القوانين اقول لك على حاجة اكتب الرصة دي معايا وانت تستريح قوي الكيو بتساوي ان في ايه ملخص حلوة قوي للقوانين الاي بتساوي كيو على تيه طيب ايه البي بتساوي دابليو على كيو جميل البي بتساوي اي فا ار الار بتساوي رو ايف الا على ايه الرو اي بتساوي رال ار في ايه على ايه الكوندوكتفتي بتساوي واحد على الرزاستافتي او بتساوي الا على ار في ايه سطرة القوانين دي تغنيك ان انت تبص في خلقة المسلسات دي دا لو انت واحد ايه يعني بتحب الماس وكده او لو ما بتحبش الماس برضو سطرة القوانين تغنيك ان انت هطلع حاجة وبعدى انت اخيدها اتعطها في الطانية وبعدى انت اخدها تتعطها في الثالتة بعد انت اخدها وهالوم مجره بس المسلسات مزيتها ان انت مش هتقرب انت ايدوبك هتحسب حزبها واحدة تطلع حاجة اللي انت عازي هتشوفها تجيبها ازاي? وتروحوم اعة حطة الكلام اعة حطة الكلام دة على القلة وتطلع لك الاجابة وخلص. دي حلوة المسلسات. يعني مش هتقرب الرقم اللي اطلق لك على الالة تفضل في الاجابة على طول. تمام? بس انا بقول لك اهو الرصة الحلوة دي تغنيك عن عن ان انت تشوف المسلسات. هي دي القوانين ودخلهم في بعض. دي القوانين الايه? الاساسية. ودخلهم بقى جواب بعض اعمل حباش تكنت شوية. تمام? طيب همسح واجي لك تاني. طيب ندخل بقى على ما بين او يعني ما بين انا اسف. وزي ما اتفقنا ازاي بنعمل عندنا مسلا اي كلام اي رموز اي حاجة. عايز اقول على اللي فوق ياخد نفس الترتيب يبقى على اللي تحت الترتيب ويتشقلب. يبقى ان تو على ان وان في ام تو على ام وان. تمام? دي فكرة الراشيو عموان. طب يلا بينا. ما تيجي نطبق الكلام ده هنا. يلا. الار بتساوي رو ايه. خلاص يبقى رو ايه. رو ايه فوق يبقى رو ايه وان على رو ايه. فيه. الال فوق يبقى الوان على ال تو. فيه. الاريا تحت يبقى ايه تو على ايه. وان. طب لو جف مسألة وقال لك او سيم واير او يعني من الاخر اللي انت بتقارم ما بينهم مصنوعين او السلكين اللي انت بتقارم ما بينهم مصنوعين من نفس المادة. فمعنى كده ان هم ليهم نفس خلاص يبقى رو ايه وان اد رو ايه تو. يبقى من حقي لو شفت اي كلمة من دول اشطب على الجزء ده. لان اي حاجة على قدها تطلع بكام وان وان كده كده ما بيتكتبش مالوش لازم. واكتب الباقي اللي متبقى في الرو وخلاص يبقى رو ايه وان على ايه وان. خلصت كده. في مشكلة ده في حالة ان انا شفت كلمة ايه من دول. يبقى رو ايه وان اد رو ايه تو. طيب تعالا معايا. اي سلك في الدنيا بتشوفو بيبقى الاريا بتاعته ايه? دايرة. الاريا بتاعته ايه? دايرة. الاريا بتساوي خلاص انت عرف ان الار بتساوي رو ايه فالل على ايه? فكتل ايه تحت يلا بينا نعمل ريشيو. الون على فوق الور ايه في الج Nederland فوق الو على ايه. في. اللي تحت ايه تعكس. يبقى على بالبايا تروح مع البي لا ان هو نفس الرقم يبقى على سكوير وان سكوير. وقلنا جملة مهمة قوي في الحصة بتاعتنا واثبتناها. زي ما بتعمل مع الريديس اعمل مع الديامتر. صح كده? طيب. يلا بينا. طب ما هو الريديس هو الديامتر على تو? صح كده? مظبوط الكلام? طب يلا بينا. انت قلت ان في ار ون. على ار تو. هتساوي. رو اي ون. على رو اي تو. في ار تو سكوير على ار وان سكوير. طب فك الار ده متر اوبر تو. يبقى ار وان على ار تو. انا بثبت لك الجملة بتاعت ريشيو بتوين ده متر زي كوى ريشيو بتوين ايه? راديائي. ركز معي. رو اي ون. على رو اي تو. في الو على اللي تو. في الار تو. هفكها دي اوبر تو. دي تو اوبر تو. بس ما تنساش تعمل مين? الاسكوير. على الار وان هفكها دي وان اوبر تو. بس ما تنساش تعمل مين? الاسكوير. يلا بينا? يلا بينا. ار وان على ار تو اي كوى. رو اي وان على رو اي تو. في الوان على اللي تو. بس ده مجناش جنبه. دي الاسكوير يتوزع على اللي فوق واللي تحت. يبقى دي تو سكوير اوفر فور على دي وان سكوير اوفر فور الفورة يروحنا عن فورة يتبقى لي ار وان على ار تو اكوال رو اي وان على رو اي تو في الوان على ال تو في دي تو سكوير على دي وان سكوير زي ما عملت ريشيو ما بين الريديس ار تو سكوير على ار وان سكوير شلت وحطت مكانها ديمترز دي تو سكوير على دي ون سكوير بنفس الترتيب وبنفس البور ريشو بتوين ديينترز ايقوا اليتو بتوين راديول همسح واجيه لكم بعد اما عملنا البروف يلا بينا نظهر القانون يبقى الاروان على ارطو اقوا الرو اي وان على رو اي تو في الوان عل Link في دي تو سكوير على دي ون سكوير اهو نفس ترتيب الديمتر زي نفس ترتيب الريديس. الريديس كان فيه سكوير. الديامتر فيه ايه? سكوير. تمام? طيب نكمل. في قانون خدناه اللي هو رو اي في رو في ال سكوير على ام. والرو دي كانت دا كان قانون بدلالة صح كده? ممكن عمله يبقى رو اي فوق. يبقى رو اي وان على رو اي تو. في الال فوق يبقى رو اي فوق يبقى الوان على الوان. طيب قانون تاني خدناه بدلالة الماس بس المرة دي مع الاريا مش معايا الانس بس معايا الاريا. هناك ما كانش معايا الاريا بس معايا الانس. صح كده? يبقى الار بتساوي رو اي فهم على رو للا الانس في الاريا سكوير. اقدر اعمل له بنفس الرو تحت يبقى رو تو على رو وان فيه الاريا تحت يبقى اي تو على اي وان باور تو او اي تو على اي وان اول باور تو في مشكلة فكرة الراشيو فكرة بتتعمل مع اي قانون طيب لو جه في القانونين دول واتفقنا عليها وقال لي same material لما يقول لي same material وانا بشتغل اي قانون من الاتنين دول من حقي اقول ان الرو اي 1 هتساوي الرو اي 2 والدينستي 1 هتساوي دينستي 2 لان الرو اي والدينستي الاتنين specific property للماتيريال يعني الاتنين خاصية تخص المادة دي بحد ذاتها طب خلاص ادام قال لي الجملة دي من حقي اشطب الجزء ده لو قال لي الجملة دي الكلمة دي يعني اسمه material واشطب الجزء ده فيتبقلي L1 على L2 all power 2 في M2 على M1 وهنا يتبقلي M1 على M2 في A2 على A1 all power 2 في مشكلة يا شباب في حاجة صعبة طيب ندخل على اللي بعد كده طيب ندخل على الفكرة اللي بعد كده اللي هي لو شفنا كلمة من دول كلمة اي كلمة من دول اتفقنا وشرحناها على كيس بلاستيك لو انا جيت شدد كيس بلاستيك طوله بيزيد وكل لما شد فجأة لقيت قطع من نص ليه لان وانا بشد الطول بيزيد بس الاريا بتقل صح كده فكلمة تعني ان الطول بيزيد بس في نفس الوقت الاريا بتقل يبقى اي كلمة من دول بتدل على تغير حادس في اللينز عكسه يحصل في الاريا او تغير حادس في الاريا عكسه يحصل فين؟ في الاريا تمام؟ يبقى ده معناه ان اللينز تشينجد انفرسلي تو ايريا يعني اللي اتنين بيتغيروا عكس ايه؟ عكس بعض تمام؟ وفيه طبعا كلمتين تانيين ناصين اللي العلقة هم موجودين هو يعني الفوليوم ثابت لابق لابق ببعن يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انا لما اروح ركز بس معايا كده اعمل ريشيو ما بين اروة على ار تو انا لما بقول كلمة انا بشد في نفس السلك فالسلك المادة بتاعته ما بتتغيرش يبقى الرو اي وان اد الرو اي تو يبقى لما يجيلي اي كلمة من دول يبقى كده عندي خاصيتين الرو اي وان اد الرو اي تو وكمان الوان على ال تو بيساوي اي تو على اي وان لان التغير في الحادث في اللينس بيحصل عكسه فين؟ في الاريا شرحنا ده على كلمة ستريتشد وستريتشد بتساوي درون يونيفورملي يعني تسحب وشرحنا ده على كلمة وضحنا معنا كلمة يعني لو ده زاد دي ال عشان الفوليوم يفضل سابت طيب حلو قوي تعالى بقى انت ار وان على ار تو بتساوي الوان على سوري رو اي وان على رو اي تو اجبالك من الاول تمام؟ في الوان على ال تو في ايه تو على ايه وان ايه رأيت بكل شيكة نشيل ال اي تو على اي وان ونحط مكانه الوان على ال ال تو وكده كده قدم نفس الحاجة الاتغير بيحصل في نفس المدة يعني الطول والالاريا بيتغيرو اللينس والاريا بيتغيرو بس لنفس المادة فار يعيه هتروح مع بعض يتبقالك على ار وان تمام؟ بكل شيكة через الوان على ال تو في شيل الـ ال اي Anal ايه ويحط يبقى ده كده كانها ايه فيشيل على ايه ويحطها على الله على ده صح كده يبقى ده معناه ان الار وال ايه وان الوان ع B'dữaل ما نشيل صوري ايه طو على ايه وان وحطة ايه taki مي ايه رايك أشيل ال 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 على التو وحطها ايه طو على ايه وان هوا الاتنين عدك ده بيسوا عكسة. ال وان عل ال تو بيساوي ايه طو على ايه وان. خلاص تعال ال 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 نشلة ونحط ايه طو على ايه وان في ال ال матوة تنزل زي ما ي. يصبح القانون ايه طو على اي وان يعني اي تو سكوير على اي وان سكوير في حاجة تانية اقدر افك الاريا باي ار سكوير ما تنساش اول باور تو على باي ار وان سكوير ما تنساش اول باور تو لان الاريا زيات نفسها معمولة سكوير والاريا بتساوي باي ار سكوير تمام فانت الاريا معمول لها الاريا بتساوي باي ار سكوير ومعمول لها كلها ايه سكوير البي هيروح مع البيت بقى ايه يعني وتحت يعني اقدر اكتب نفس بس يبقى من حقي لو شفت اي كلمة من دول اعمل استخدم القانون ده او ده او ده او ده استخدم الاولان 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 است في مشكلة يبقى انت استخدم الفكرة دي لما يقول لي اي كلمة من دول انت استخدم الفكرة دي لما يقول لي اي كلمة من دول تاني انت استخدم الفكرة دي الاربع قوانين دول لما يقول لي كلمة من دول في مشكلة اكدت على المعلومة دي كتير اوي لان انتو بتسقطوا الكلمات دي وانتو بتقرؤوا السؤول بتعديوا وبتمنتجوها وبتنسى تأثير اللي بيحسب بيلغبة تدني بقى تلاقي الاجابة موجودة اروان على ار تو ايك وال ال وان على ال تو انت تروح تشتغل على طول وتنسى ده لا يا حبيبي نتيجة ان التغير اللي حصل حصل في وفي نفس الوقت حصل عكسه في الاريا طب ما انت عارف ان الار ديركت في وفي نفس الوقت مع الاريا فانت كده كان انك ايه زادت مرة للنس ومرة كمان بسبب نقصان الاريا تمام زادت مرتين مرة بزيادة ومرة كمان بزيادة نقصان الاريا وصلة الفكرة فانت لازم يكون في تأثير الايه اللي سكوير ده تمام همسح واجيلكم طيب لو بقى انكريز باي ضابل ده معنا ان لو الال وان بال الالتو تبقى الال الاساسية وضيف عليها اتنين ال يبقى فيه فرق ما بين انكريز تو وانكريز ايه باي انكريز تو يبقى لو الال وان بال التانية تبقى اتنين من الاولى على طول انكريز تو ضابل يبقى الجديد اتنين من القديم حلو لكن لو يبقى هات الاساسي وضيف عليه اتنين منه يعني اتنين من كونتو وضيفوا على الاساسي بقى انكريز باي ضابل الاقي لاي اللي توب بتسوي سريقن القديمة وضفت عليها اتنين من كومتها يبقى القديمة زاد اتنين ال كمان يبقى سريقن لكن اكريز تو ضابل يبقى الجديد بيسوي اتنين من القديم ايه على طول ركز لان الفرق في الانجلش بيفرق معاك increase to increase by دي فكرة مهمة جدا وهو بيلعب بيها في الاسئلة تمام اخر نوت معانا ان الفوليوم لازم تبقى عارف ان هو بيساوي الاريا في اللينز الاريا جواه تو ديمينشن ويدي الديمينشن التالت اي فوليوم في الدنيا بيساوي اريا في لينز يبقى لو انا عايز اجيب فوليوم الواير هيساوي الاريا بتاعت الواير في اللينز بتاع الواير طيب شكل الواير بتاعنا اللي احنا متعودين عليه في بيوتنا واي واير يعني او الشكل المنتشر اكتر حاجة وانت بتشوفه cylindrical تمام شكله cylindrical تمام طيب ايه الفوليوم بتاع السيلندر الاريا بتاعت البيز اللي هي دايرة في الغايت تمام لو احنا بنتكلم على الواير بتاعنا يبقى الاريا بتاع البيز اللي هو دايرة في اللينز بقى لان الطول بتاع السلكة طويل مش ارتفاع تمام طيب حلوة او الفوليوم بتاع الواير اي ان كان بقى شكله ايه دا قانون عموما بيقولك ان الفوليوم بيساوي اريا في لينز اخر حاجة الفوليوم بتاع الدسك وشكل الدسك عامل زي مستر شكل الدسك عامل كده فلو انا عايز اجيب الفوليوم بتاع الدسك انا بجيب بجيب الفيس ايريا اللي هي الدايرة واضربها في السكنس تمام شبه السيلندر تمام السيلندر بتجيب الارية بتاعت البيس تضربها في الهيط بس ده عشان طول صغير فسمناه سكنس تخني يعني تمام؟ يبقى الاريا في السيكنس هو الاريا في السيكنس بتاعنا اللي هو الارتفاع بس عشان الارتفاع هنا صغير تخني صغير فاسمنا ايه؟ سيكنس بكده يبقى خلصنا السمري او الحاجات اللي انا عايز افكرك بيها سريعا يدوبك بس تتفرج كده تفتكر كل حاجة تقالت في الحصة بتمنى يكون فتكه وبتمنى ان انت لو احتجت اي حاجة تقولي انا معاك 24 ساعة ربنا يوفاكو يكرمكو يفرحكو واشوفكو احسن ناس ويراضيكو نتيجة تعبكو ان شاء الله ربنا هيعود تعبنا كلنا اكيد باي بار